سنائي المنتخب المغربي حكيم زياش ونظير مصراوي عملوا لقطة حلوة اوي اوي الاتنين قرروا التبرع بكافة مستحقاتهم من مكافئات كأس العالم الجماعيات الخيرية والفقراء داخل المملكة المغربية ده بحسب صحيفة المنتخب المغربية واللي قالت ان القرار لقص تحسان كبير لده الشارع المغربي بعد الانجاز الكبير اللي حققه والسنائي مع منتخب المغرب وانك تاخد مركز رابع في كأس العالم ده انجاز رائع انك تلاقي بعد كده النجوم رائعين من غربة بيعملوا اعمال انسانية بعد الفوز ده ده شيء رائع الحالة الفنية والجماعية اللي كانت عند المنتخب المغربي في البطولة كان دليل على حالة الالفة اللي كانت ما بين لعبي المنتخب المغربي والمدرب والحالة العظيمة اللي كانوا عاملينها في كأس العالم اشتركوا في القناة